قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد اتلفها أتلفه الله صحيح الإمام البخاري عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد اشتكيت فقال نعم قال بسم الله أرقيق من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيق صحيح الإمام مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر وصدقة السر تغضب الرب صحيح الإمام الألبني في الجامع وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمره صحيح الإمام البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم زرعه بصاط الكلب رواه الإمام البخاري أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنون يفتنون في قبورهم إلا الشهيد قال كفى ببريقة السيوف على رأسه فتنة صحيح الإمام النسائي يعني احنا كلنا نسأل في القبور سؤال الملكين منكر ونكر إلا الشهيد لا يسأل يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب جعلنا الله وإياكم منهم فالسبب اللي هو تحمل الحرب والسيوف كانت على رأسه والله أعلى وأعلم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ صحيح الإمام مسلم يعني الواحد لو جمع زجت وحب يرجع للجماعة تاني يتوضأ والله أعلى وأعلم وقال النبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر صحيح الإمام البخاري وكذلك السيدة عائشة وصفت النبي عليه الصلاة والسلام كانت كان وجهه كالشمس وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأزن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت رواه الإمام البخاري موسيقى 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 موسيقى